إذا تشاهدتك حاجة باردة ومنعيشة والديدة بثاف ما عليك غير بهاد الوصفة كتجي رائع ما غدي شبهونها نهائيا غدي حماقوا عليها الكبار والصغار تبعوا معي الطريق اول حاجة كناخذ واحد الكاسرونة كندير فيها اربعات المعالقة ديال السكار كنضيف ايضا جوج معالقة ديال شاء او الماي زينا و جوج ديال الفلون بالمضاق ديال الموز انا اختارت الموز وانتو ما كتختاروا اي نكا بغيتو تقدروا تديروا الفرز او الفاني على حسب الطوق ولكن انا جاني المضاق ديال الموز قريب شوية لباقي المكونات اللي غدي نديرون في هذه الوصفة بديت كنضيف الحليب غير شوية بشوية هنا غدي نحتاج في المجموع واحد ليتر ديال الحليب كنضير في الاول غير شوية حتى كنخلط هذه المكونات عاد كنضيف الكيمياء المتبقية وغدي نحطهم فوق من النار حتى كي يبدو كي يغليب عاد نرجع لهم كندوز من بعد كناخذ اي نوع ديال فواكي كام توفر عندكم البرتوقال البانان تفاح الخوخ اللي كان توفر عندكم وغير جوج ديال النوع اللي كينين تقدرو تخدمو بهم انا هنا كان ذكش اللي عندي خديت منه شوية شوية خديت الخوخ الشهدية البرتوقال الكرموس وايضا يحب ديال الكيوي وشوية ديال البرقوق كنقطعوهم صغير ورئي كاندوز من بعد كناخذ جوج علاب ديال بيسكوي ديال جوج دراهمونس تتستعملو اي نوعية بغيتو المهم الكيمياء ديال بيسكوي الليحتاجي تلات قريبا مية وسبعين كرام كنحاول انا ننهرمشو بهات الشكل هادا اللي كتلاحظو معايا صافي كنستمر حتى كنهرمش هذيك الكيمياء اللي عندي ديال بيسكوي كاملة وكندوز كناخذ اي مول كم توفر ماشي ضروري هاد المول هادا يعني كتستعملو اللي كم توفر عندكم كندهنو بشوية ديال زيت صافي وغادي ناخذ هذوك الفواكه وكندير واحد الكيمياء قليلة بهات الشكل هادا تقريبا نصف الكيمياء تكون يعني مخلطة ما بين هذوك الفواكه كاملين وكنضيف طبقة ديال بيسكوي كنعود نضيف طبقة واحد اخرى ديال الفواكه وطبقة اخيرة ديال بيسكوي غادي نجيب هذك الفلون اللي خليته حتى بذكي غلي تقريبا واحد جوج او ثلاثة ديال دقيق عاد كنضيفه فوق من الفواكه والبيسكوي ديالي صافي بهات الشكل هادا كنحاول نوزعه مزيان مزيان من بعد غادي نحاول انا نضرب هذك المول مع سطح العمل باش كي هبط هذك الفلون حتى لتحت يعني ما يبقاش عندنا الفلون الفوق والتحت يبقى لنا غير الفواكه والبيسكوي فقط صافي كنحاول نقدم زيان ونديرو في طلاجة اخلي وهي بريد مزيان انا ما خليتوشي بريد مزيان ما كانش عندي الوقت وبتالي بحلن جا شوية مشتت ولكن توم انا خليتوه ساعتين ثلاثة تسويع ركيجي متماسك ورائع بزاف هنا ضروري كتقبوه لما ندرتوش هذي العملية هذي غايبه لكم بحالي لان سقف المول ما غاديش يبغي يهبط او لا غادي يهبط مهرس صافي هنا يكن قلبوه في الطبق التقديم ديالي وشوفوا معي الشكل دياله ما شاء الله كي يجي رائع والما داق ما نعودش لكم كي يجي غزل غزل واحد درجة ما تخيلوهاش هنا كي فكتلكم جا شوية مشتت لانه ما خليتوشي بريد بزاف تقريبا غير نساعة وقلبته خليوه على الاقل ساعتين في الثلاجة كي يجي واخت الشكل ديال المول يعني اي مول استعملتو كي يجي واخت الشكل دياله والبناء كي يجي خاطير تقدروا تدروه كوجبة ديالاشا خفيفة او لالقوتي او فش تبغيوشي وصفة تبردو بيها تنتمنى ان الوصفة دياليوم تنال اعجابكم وتنال استحسانكم ما تنسونيش ما لايكاتكم وتشجيعاتكم و الى اللقاء في فيديو قاعد من شاء الله